السلام عليكو ازاي أخباركو يا ربكم بالخير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض وزاي ما احنا شايفين كده النهاردة فيديو افكار وحيل. فيديو افكار وحيل حلو جدا كلها افكار حلوة جدا همي تعجبكم بازن الله. بس طبعا قبل ما نكمل فيديو النهارده ما ننساش طبعا نحط اللايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. وطبعا بشكر كل الناس اللي اشتركت معي جديد في القناة كل الناس اللي تشترك انا كمان طبعا بلاحظ ان عدد المشتركين اللي بيشوفوا الفيديوهات اقل من الغير المشتركين يعني غير المشتركين عند القناة بيتفرجوا اكتر من المشتركين وطبعا دي حاجة برضو تبسطني اكيد طبعا بس اتمنى طبعا كله بيشارك على الفيديوهات بتاعتي يشترك في القناة زي ما قلت لكم كمان هنا بقى بدأنا بقى نشوف هنا الفيديوهات محلات الصينية وعارفين انتو بقى الحاجات اللي هيا في محلات التركي الأحجات الدين انترات منتشرة جدا 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 فبتبيئ الحاجات التي مش غالية خالص بالعكس يعني جسي الصبانة الصناديق بتاع الحط فيها البطاطين تخزين الهدوم الحاجات دي كلها بقيت متوفرة ومش غالية خالص يا جماعة الحاجات دي كلها بقت في متناول الجميع يعني بالنسبة لشكلها وحجمها طبعا بتختلف حسب المقاسات طبعا اللي انتم عايزينها وكده وطبعا ما شاء الله حلوة جدا ما بتاخدش معاك مساحة وكمان شكلها حلو لو حطتيها في اي جنب حتى لو عملتك كده في البيت يعني عمود كده كبير منها مش هتاخد معاك شكل وحش او كده طبعا شكلها منظم يعني حلوة جدا شايفين بتقدر تحطها في اي مكان يعني مسلا تحت السرير فوق الدلاب فوق في ضرفة كده يعني شكلها حلوة ومنظمة ومشيق جدا وكمان حلوة ان ايه هنا ضد الميا زي ما احنا شايفين يعني متشربش الميا خالص يعني مش هتتوسخ معاك بسهولة وكمان حلوة هنا طبعا برضو بتاعت المعجون الاسنان الحاجات دي كلها زي ما قلت لكم متوفرة وحلوة جدا وكمان يعني شايفين بتقدر تطلع لك الحاجة بسهولة اي دي حاجة كما ستلزق على التلاجة على الحيطة الورقة اللي هو زي ستيكر ده كده وطبعا متوفر جدا جدا يعني دي طبعا سعرها مش غالية خلص يعني ممكن في حوالي عشرة جنيه سعرها هنا بقى دي حلوة جدا بالنسبة للناس ما تحب اشتباه دي للدنيا بقى وهي بتعجن وكده وبتخبز او الكلام ده كله آآ شايفين بتعجن جوة البلانشة دي كده اللي هي السيليكون حلوة جدا ودي كمان زي لعبة كده للزكاء حلوة قوي تحطي مسلا الالوان هنا جنب بعض دي طبعا حلوة للاطفال بقى التامية الزكاء وكده شايفين بقى دخلنا هنا بقى منظمات الحلوة منظمات طبعا التركي الشكل ده حلوة جدا وكمان شايفين الضرف بتتفتح معنا هنا ازاي بسهولة دي دولاب المطبخ من فوق تحسه استنى الحيطة زات نفسها مش مبينة ان هو دولاب ابدا شايفين شكله عامل ازاي ها هو طبعا اوتوماتيك زي ما احنا شايفين وحلوة جدا وده زي منشر كده للهدوم ممكن مسلا تعميه عندك في المطبخ لو البلاج او في البلاجونة حلوة جدا يعني شايفين مساحته عاملة ازاي هيا هنا طبعا بتورينا اشكال الاجهزة وكل حاجة وبرض ده كانت زولاب برضو خشب زي ما احنا شايفين بتحط في المكنسة المقشات المساحة عارفين بقى الحاجات الخاصة دي كده بالمطبخ طبعا قد ام يعني شكله حلو طبعا كل يوم بيطلع بقى اختراعات جديدة وافكار حلوة وجديدة كل الحاجات دي طبعا يعني يقدر حد يعمل هالك لو حد طبعا مثلا بتاع الموتال او بتاع خشب عارفين بقى اللي هي بتاعة المطبخ الحاجات العالية اوي طبعا اا اكيد طبعا تبقى تكلفتها اعلى شوية الحاجات اللي هي الكبيرة اللي زي دي هتتكلف اكيد طبعا بس طبعا كل حاجة وسعرها هتعمل لك اللي انت عايزة هنا بقى البرطمانات دي كلها شايفين جبنا هنا الماغنطيس وهو لزق هنا الماغنطيس بمسدة الشامع في البرطمانات وهيبدأ دلوقتي ان هو يلزقهم هنا بالدابل فيس كده. بس اكيد طبعا على نفسي شايفة الفكرة بتاعة الدابل فيس دي هو يلزقها مسلا في المطبخ وذي اكيد طبعا مقاوة جدا مش اللي هو الدابل فيس بتاعنا العادي ولزقها والبرطامن هيلزق طبعا بالماغنطيس كده فوق حتى فيه اخارة زي ما تحبه كده يعني. انا طبعا من وجهة نظري مش كل حاجة اقدر اعملها حركة زي ديك تبقى صعبة شوية خافة ان البرطمان يقع. هنا برضو طبعا الجهاز ده حلو جدا خلصا بقى في يعني ايه في المطابخ اللي بتبقى اه الناس جتير عاملة المطابق بتاعتها لحد السقف من فوق كده. الادراك بتاعتها متقفلة الفوق. فدي سهلة جدا ان انت تنزل الضرفة معاك بسهولة. ده في غطأ زيزة كده صغيرة كسرها كده وعملها بالشكل ده وقدرت تعمل معاك شكل العجينة دخلتيها الفرن حشتيها باي حاجة انت عايزاها. دي طبعا منظم برضو تحت الحود. شايفين بقى بياخد معاك كمية قد ايه? وبتكتبع عليها اي حاجة انت هتعمليها عايزاها كده يعني. هنا بتورلنا برضو بقى الرولات بتاعت الفوت عملتها ازاي في السبب بتاع المطبخ. لسه في افكار حلوة جدا 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 هتعجبكم كمان وفيه كمان مجموعة صور حلوة جدا. الصور كلها افكار حلوة كمان بالنسبة لتأسماك برضو المطابخ وكده. ده طبعا طبق تسالي كده شكله حلو. وشايفين بس التأسيمة ذات نفسها عاملة ازاي? يعني ما شاء الله يعني موفرة في المساحة بتاعت القرهو دي جمدة جدا يعني. حلوة قوي. ده شكل كده طبق التقديم بقى بالحفظة بتاعته. اللغاتة بتاع بقى طبق التقديم بتاع البسكويت وكده. هنا برضو بقى المنظمات شايفين الاول شكل الحلوة كان عامل ازاي طبعا مبهدلة جدا. هنا بقى دي منظم كده للمقالي والصواني هنشوف بقى الشكل العام بقى عامل ازاي فيه اختلاف طبعا جده للغطيان او الكسرولات زي ما احنا شايفين. وفيه كمان منظم للغطيان هنشوف كل اهو زي ما احنا شايفين كده يعني ينفع للكده وكده. شايفين بقى الشكل العام بقى عامل ازاي? بالنسبة للاول طبعا فيه اختلاف كبير مع ان هي هيها الحاجة في نفس المكان بس هم تحط بشكل وبترتيب معين بتفرق جامع جدا. هنا برضو ده كده اللي هي آآ دي وصفات كده سريع عجبتني جدا. كم وصفة كده سريع قلت اعرضهم معاكم. دي هتعمل حاجة زي فطيرة كده صغيرة باللحشاتها من جوة بالبيت بقى والخضار شايفين من جوة عاملت ازاي? ده كمان كده شكل المعجنات شكل سريع برضو عجبني اوي. عاملتها شكل الضفيرة وبعدين هترجع تلفها تاخد شكل الوردة بالزبط. يعني قد ايه شكلها حلوة وسريعة ومستعبة وحلوة قوي. ده كمان اللي هي زي قاسك كده بيمسك في الحاجة عشان مسلا تحفظي الحاجة معاك في التلاجة. متوقعش الشربة المية عصاير كلام من ده كله. وبتغيرش طبعا طعم الاكل وبتحفظيها معاك في التلاجة. طبعا دي كده زي اطقم توابل شايفين بقى المنظمات شايفين الدرجة اساسا تقسيمته عاملة ازاي من جوة. انا ببعشق الادراج اللي بيكون متنظمة بجوة بالطريقة دي. حلوة جدا 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 جدا. بتوفر معاك طبعا في مساحات كتير. وبتنجز معاك في الوقت. يعني شايفين كل حاجة شكلها قدامها بمرتب كده حلوة قوي. هنا طبعا دي تقسيمات مسلا للحمة. شايفين بقى هم دلوقتي هيقسم معانا الكيس كده بشكل حلو. سوا الكيس كويس شايفين الاكياس وورا عاملة ازاي. وبيبدأ دلوقتي ان هو يقسمها. بالحافة بتاعت مسلا تقطيع البيزة او بسكينة او بمعلاقة معاك بسنت يا دوب بتحدديها بحيس ما تيجي تقسمي لحمة مسلا عايزة تعميل لحمة مفرومة. هتاخدي جزء واحد بس يعني مش هتكتبط لها الكيس كله. فهتبقى حلوة جدا معاك. شايفين بدأت ان يتقسمي دوب دغطة بس كده بسيطة على الكيس بحيس تعرف ان يتقسمها. تيجي تاختي بقى نجار يعني ممكن تعمليها بتقولي بتاعي لاموتالي بتعمليه الصور دي عملك زيها. هتبقى حلوة جدا معاك. ومستعبة ومش مكلفة بالعكس يا جماعة الحاجات دي ما بتكلفش ابدا ابدا ابدا. يعني تكلفتها وانت بتعملي المطبخ في وقت يعني انت لسه عروسة او بتجهزي او الست بيت ممكن تخلي النجار يعملك خشبة كده متقسمين وانت ممكن تجيب علبة لكيه تدهينيهم انت في البيت بايدك مش تكلفة خالص بالعكس هتنظمي الادراج عندك في البيت هتنظمي بيتك هتنظمي كل حاجة هتبقى كل حاجة مرتبة قدامك ده على فكرة بيقلل كركبت البيت بتبقي عارفة انت حطتي دي فين وشلت دي منين وكده يعني شايفين برضو مسلا هنا الاماكن كده برضو مقسمة ازاي? زي مسلا كده فوق تقفلت المطبخ من تحت عمل فيها كاميرا فص وغير الحاجات وهنا برضو دي ازايز ممكن تحط فيها زي برشاكل ده كده ازايز زيت ازايز مية حاجات بقى بيختلف طبعا من نوع للتاني يعني خلي الكلام ده كله تقدر يتقسمي في في ادراج مثلا او تقسيمة للدراج زي الحاجات دي كده زي ما احنا شايفين انا حبيت اعرض معاكم الصور دي وهنشوف كمان تقسيمة كمان لدرج تاني شكلها حلو جدا برضو يعني هي نفس التقسيمة الاوانية بس ده بشكل تاني يعني عمل هنا الدرج وفوق كمان لو فيه مساحة كمان تاخد كمان درج دي حلوة جدا بقى للصواني والمقالي ممكن كمان حلوة جدا 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 شايفين شكلها عامل ازاي هنشوف كمان برضو ده دلوقتي بقى شكل العجان كده عجبني قوي بشكل الرخام عليه حلو العجان ده شكله حلو وسطيله حلو اللون اللي ابني بتاعه كمان جميل جدا مع مع الحمل المعالي السيليكون مع الفوزة كل شكله حلو هنشوف كمان بقى المنظمات دي اكتر منظمات انا حباها جدا دي وكمان منها لون الشفاف سين احنا شفناها كتير كزا مرة مع بعض في الفيديوهات وكانت من فوق بغطى دهبي حلوين جدا دول طبعا وعمليين وحجمهم دول حجمهم كبير طبعا هنشوف برضو لسه هنكمل الفيديو مع بعض بس طبعا اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية واستنوني ان شاء الله واشوفكم على خير ومع السلام اشتركوا في القناة